الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فما حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج ومع اسم جديد من أسماء القرآن الكريم نلتقي وحلقتنا اليوم مع اسم القرآن التنزيل جاء ذلك في قول الله تعالى في سورة الشعراء وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين وفي قوله تعالى في سورة فصلت بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم وفي غير ذلك من آيات القرآن الكريم وتسمية القرآن الكريم بالتنزيل الإشارة إلى أن هذا الكتاب قد أنزله الله تعالى منجما مفرقا على سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على مداري ثلاثة وعشرين عاما تقريبا بدأ ذلك بنزول القرآن في غار حراء على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتعبد في هذا الغار عندما أتاه أمين الوحي جبريل عليه السلام وضم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نفسه وقال له اقرأ فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنا بقارئ فضمه الثانية وقال مثل ذلك ثم قال له في الثالثة اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم واستمر هذا النزول من هذا التوقيت إلى العام العاشر من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام ذاك العام الذي من بعده توفي النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وكان هذا التنجيم له حكم وفوائد من هذه الحكم أن الله تعالى جعل هذا القرآن مفرقا منجما تثبيتا لقلب رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في قوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا فأنزله ربك مفرقا تثبيتا لقلب سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وبيان ذلك أن المشركين كلما اشتد إيذاؤهم له عليه الصلاة والسلام وكلما وجد منهم مواقف تدل على شدة التكذيب وعلى قوة الكفر إذا بسيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام ينزل بقدر من القرآن ومما لا شك فيه أن نزول سيدنا جبريل بهذا القدر من القرآن يريح قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام ويطمئنه ويشعره بأن الله عز وجل معه فاصل ونلتقي إن شاء الله مرحبا بكم قلنا إن الله تعالى قد أنزل القرآن مفرقا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبيتا لقلبه عندما يشتد الأذى من الذين أشركوا والنبي عليه الصلاة والسلام يعاني من ذلك معاناة شديدة إذا بسيدنا جبريل ينزل بقدر من القرآن يجد النبي عليه الصلاة والسلام فيه راحة وسرورا وسعادة هذا من أهم مقاصد إنزال القرآن الكريم مفرقا ثم إن إنزال القرآن الكريم مفرقا كذلك على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما فيه من تربية الأمة على مراقبة الله عز وجل ذلك أنه كلما سأل أحدهم سؤالا أو حدث منه موقف إذا بآيات من القرآن تنزل جوابا عن سؤال السائلين أو بيانا لهذا الموقف الذي حدث من أحدهم وفي هذا إشعار بأن الأمة تحت رقابة إلهية صارمة لدرجة أن كل واحد من الأمة من أفراد الأمة كان يخشى أن لو تصرف تصرفا ما أن ينزل بسبب ذلك شيء من القرآن الكريم نلمح ذلك في موقف الذين نافقوا عندما تحدث القرآن عنهم في قوله تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم صورة تنبئهم بما في قلوبهم وكذلك الذين آمنوا كانوا على ترقب لنزول شيء من القرآن لأي موقف يحدث منهم وبالتالي عاش هذا المجتمع في صفاء ونقاء وفي قمة الانضباط وتحت رقابة الله عز وجل على مدار هذه الفترة كذلك جعل الله تعالى القرآن ينزل مفرقا أيضا تربية للأمة وتدرجا بها ذلك لأن هذا القرآن لو نزل مرة واحدة وفيه كل هذه التكاليف ربما شق ذلك على أولئك الذين قد دخلوا في الإسلام من جديد فالأمر يقتضي أن يأخذ الله بأيديهم واحدة واحدة حتى يصلوا إلى الكمال البشري المرجو من هذه الأمة ذلك أن الصلوات مثلا لم تفرض على النحو الذي هي عليه الآن إلا في مرحلة متأخرة وبدأ ذلك من رحلة الإسراء والمعراج تلك التي كانت في العام السابع من بعثة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك الصيام وكذلك الحج وكذلك الزكاة وغير ذلك من الفرائض لم تشرع إلا في مرحلة متأخرة بعد أن ترسخت العقيدة في قلوب القوم واهتدى الناس بهذي القرآن الكريم وتخلقوا به وأصبحوا مؤهلين لكي يكلفوا بهذه العبادات ونلمح ذلك أيضا في الخمش ذلك أنها لم تحرم إلا على مراحل متعددة وفي هذا إشارة إلى أننا في مقام التربية ينبغي أن نتدرج مع الناشئة لا ينبغي أن نبدأ معهم من النهايات وإنما نتدرج بهم وهذا نأخذه من اسم القرآن التنزيل الذي هو بمعنى التفريق جاء ذلك أيضا في قوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر